السلام عليكم ورحمة الله درسنا اليوم العلوم للصف الثاني الابتدائي اليوم عندي حالات المادة الفصل الخامس صفحة 102 الفكرة الرئيسة المادة الصليبة لها شكل وحجم ثابت المفردات الحالة الصليبة قاسية أو لينة هنا نقول ما هي حالات المادة الصليبة أو مميزات المادة الصليبة لها شكل ثابت وحجم ثابت هناك مواد صليبة قاسية لا يمكن ثنيها مثل الحجارة والزجاج هناك مواد صليبة قاسية مثل الحجارة والزجاج وهناك مواد لينة مثل الورق وأخصان الأشجار والسرصال والفواكه والخضروات إذن شنو خلاصة المواد الصليبة شئلها حجم ثابت وشكل ثابت هذا أول سؤال ثانيا هناك مواد صليبة قاسية مثل الحجارة والزجاج وهناك مواد لينة مثل الورق وأخصان الأشجار والسرصال والفواكه والخضروات نجي على صفات المادة الصليبة مثل ما قلت لكم لها شكل وحجم يعني لها شكل ثابت وحجم ثابت تكون قاسية أو لينة زيان هنا نعرف الكتلة هي ما يحتويه الجسم من مادة الكتلة هي ما يحتويه الجسم من مادة تعريف الكتلة هذا حفظ يحفظ الطالب فمثلا عندي ذن البرتقالتين من الريد نوازنهن وهذه برتقالة وحدة حصير البرتقالتين أكبر من هذه البرتقالة الأولى كتلة هي ما يحتويه الجسم من مادة زيان نتقل للصفحة الأخرى نقول هناك مواد صليبة تنكسر بسهولة كالزجاج ومواد صليبة أخرى لا تنكسر بسهولة كالحديد استعمل مواد صليبة خفيفة الوزن يسهل قصها وطيها وتغيرها مثل الورق هنا شي يقول يقول هناك يحفظ الطالب هناك مواد صليبة تنكسر بسهولة مثل الزجاج أو مواد صليبة لا تنكسر بسهولة كالحديد هذا المواد الحالة الصليبة ننتقل إلى الدرس الثاني المواد السائلة والغازية دعنا نشوف المواد السائلة الفكرة الرئيسة المادة السائلة لها شكل متغير وحجم ثابت والمادة الغازية لها شكل وحجم متغير شوفوا ماماتي هسا حناخذ المادة السائلة معلنا بالغازية المادة السائلة شي يقول احنا قلنا المادة الصليبة لها شكل ثابت وحجم ثابت لكن المادة السائلة لها شكل متغير وحجم ثابت هذا يحفظها هذا حفظ لها حجم ثابت وشكل متغير هذا معاوس سائلة أي الحالة تكون عليها المادة عندما يكون حجمها ثابت كشما بها هاي بس يتي يعني مثلا شوفوا عندما اسكب الماء أو العصير أو الزيت في أوعية مختلفة فينا تأخذ شكل الوعى يعني ستقول مثل هاش الحالة سائلة مثل المي مثل الزيت يعني اي شي فت شي سائل هو من اسمه سائل هو لها حجم ثابت وشكل متغير هاي السائلة ننتقل الى الحالة الغازية الحالة الغازية لها شكل متغير وحجم متغير يعني اثنينات هن عدهن الحالة الغازية يعني حجم وشكل متغير لها حجم وشكل متغير خلينا عيد المادة الصلبة لها شكل ثابت وحجم ثابت المادة السائلة لها حجم ثابت وشكل متغير والمادة السائل الغازية لها شكل متغير وحجم متغير فمثلا عندما ننظر إلى أخصان الأشجار نراها تتحرك بسبب الهواء يعني مثل غاز ثنائي أكسيد الكاربون وهو خليط مكون من عدة غازات موجودة في كل مكان ويحط بنا دائما لكن لا نرى بنحس من خلال تحريكه للأشياء فتشعر بها عندما تهب الرياح وتشم رائحة العطر عند فتح قنينة عطر وعندما نملأ بألوان أو كرة وعند عمل فقاعات الصابون والمادة الغازية لها شكل وحجم متغير مثل الغازات ليس لها شكل محدد بسهولة هاي عيني الحالات المادة الغازية لها شكل متغير وحجم متغير ما أهمية حالات المادة يقصد بمادة الثلاثة الصلبة والسائلة والغازية كل المواد الموجودة من حوالي أما تكون في حالة صلبة أو سائلة أو غازية إذا استفيدة من بعض المواد في حالات الصلبة فكثر من الأطعمة تناول هي مواد صلبة واستفيد من بعض المواد في حالة سائلة فكثير من الأغذية والأدوية تدخل السوائل في تركيبها وكما تدخل الماء في تركيب جسمي وهو مادة سائلة لا يستطيع العيش دون أن يتنفس الهواء هي مادة غازية يعني الشخصة بهذه الصفحة يقول أكو مواد صلبة نستفاد من عدها يعني بكثير من الطعام تكون مواد صلبة أو بالمادة السائلة الكثير من الأغذية والأدوية أو بالمادة الغازية مثل عد الهواء الذي لا نستطيع العيش من دون أن يتنفس الهواء زيان خلينا نحل بقد تعدى بس مراجعة الفصل خلينا أحلها اكمل الجمل أدناه يعني باستعمال المفردات الآتية الحالة الغازية الحالة السائلة الحالة الصلبة قاسية لنا المادة التي حجمها ثابت وشكلها متغير حجم ثابت وشكل متغير الحالة السائلة الحالة السائلة خاف ما يبين القلم ماما لنا الحالة السائلة زيان الزجاج من المواد الصلبة القاسية مثل ما قلت لكم قبل شوية هو زجاج من المواد الصلبة القاسية المادة التي حجمها ثابت وشكل ثابت هي حجمها ثابت وشكل ثابت اش قلنا؟ الحالة الصلبة الحالة الصلبة المادة التي لا نراها وتملأ المكان الذي توضع فيه تكون فيه شنو شتكون؟ يعني المادة التي لا نراها وتملأ المكان الذي توضع فيها فتكون في الحالة خلينا أخليها بالقلم الجاف المواد التي حجمها ثابت وشكلها متغير خلينا نطوقها الحالة السائلة خف من بينها سأكتبها بالجاف الحالة السائلة الزجاج من المواد الصلبة القاسية قاسية المواد التي حجمها ثابت وشكلها ثابت تكون في الحالة الصلبة المادة التي لا نرها وتملأ المكان الذي توضع فيه تكون في الحالة الغازية الورق من المواد الصلبة اللينة السائلة القاسية الحالة الصلبة الحالة الغازية واللينة خلص هذا المراجعة الفصل هاي ما ماتي حالات المادة وبالتوفيق إن شاء الله اشتركوا في القناة